قتل مرتين معاناة المدنيين في المنصل مزدوجة بين القتلى من الضحايا والأحياء على حد سواء قافنة من عربات خشبية رثة يجرها أصحابها حزنا على من تحملهم ربما تقل العربة الواحدة أسرة كاملة ذلك لأنها تحمل أشلاء لا جثث تنظيم داعش الإرهابي في غرب الموصل استعمل مدنيين كدروع بشرية أرداهم القصف قتلى مرة ثم أشلاء مرة أخرى وأخيرة حصرانا والله الدروع بشرية خذوانا بس حصرانا فاتا والدوائش تقبوا بلي بيوت وجدت الطيار ضربتنا واحد وعشرين نفر أطفال زلم كلها حريم كبار كلها ضربتهم وجوالا قاد واحد عمره ثت شهر وما خلونا شير الجثث هل جدت تقوات الأمنية طلعناهم وتسببت المعارك الدائرة شرق الموصل وغربها في مقتل أكثر من سبعمائة مدني ونزوح ما يزيد على مئة ألف شخص منذ بدء الهجوم على تنظيم داعش الإرهابي هناك مطلع أكتوبر 2016 ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر